الرئيس السيسي يوجه بمواصلات بذل الجهود من أجل تطوير قدرة هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها لصالح الاقتصاد الوطنية مجلس الوزراء ينفي إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصاب فيروس كورونا المستجد إلى 26 حالة وتسجيل 16 حالة إيجابية جديدة مجاز الام واخر الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمسى الفريق أول محمد حمدان دقلو حماديتي النائب الأول رئيس مجلس السيادة السودانية وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المقابرة العامة كما اكتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمسى مع الفريق إسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وذلك لاستعراض الأهداف الاستراتيجية لهيئة قناة السويس حتى عام 2023 ومتابعة الموقف التنفيذية لعملية التطوير والتحديف الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة المزيد في سياق هذا التقرير استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو حمدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرة العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس رحب بالفريق أول حمدتي بالقاهرة طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مؤكدا سيادته أن سياسة مصر دائما ما كانت سندا ودعما للسودان خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة أخذا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين من جانبه نقل الفريق أول حمدتي تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى السيد الرئيس مشيدا بالمساندة المصريات الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعاطف التاريخي الهم الذي يمر به كما أعرب النائب الأول رئيس مجلس السيادة السوداني عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية وقد شهد اللقاء التوافق حول مجمل القضايا الإقليمية كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الأهداف الاستراتيجية لهيئة قناة السويس حتى عام 2023 فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لعملية التطوير والتحديث الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها لصالح الاقتصاد الوطني باعتبارها من أهم الأصول لاستراتيجية المملوكة للدولة وذلك من خلال قيم الهيئة بتنمية رأس مالها وتنوع ومضاعفة إرادتها وتقليل التكاليف بحوكمة الأداء وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال خاصة في ظل أهمية تلك الشركات في تقديم الدعم الفني وصيانة الوحدات البحرية بالإضافة إلى عرض محاور تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس أوضح السيد رئيس هيئة قناة السويس أيضاً جهود الهيئة في التوجه نحو التحول الرقمي وإنشاء مركز البانات والربط الإلكتروني بين كافة الجهات التابعة لها فضلاً عن مستجدات التعاون الفني للهيئة مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة وكذلك أوضح مجملاً نشاط الملاحي للهيئة خلال الربع الأول من العام الجهري عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يأمس اجتماعاً لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية وكذلك مراجعة تأثير موجات الطقس السيئة على المحاصيل الزراعية وذلك بحضور وزيراء التموين والزراعة ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وأن يتم التعامل بقبضة من حديد مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بلا مبررة ودع رئيس الوزراء إلى التعامل مع المخلفين بمنتهى الشدة مكلفاً مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات وأكدت وزارتاء التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات سار لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد الماضي الموافق للخامس عشر من الشهر الجاري وذلك بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الثاني وعقد الامتحانات في موعدها المقرر أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج خمس حالات من مصاب فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى الأمس وذلك من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا وأوضحت الوزارة أن باقي الحالات السلبية يتم متابعاتهم في مستشفيات العزل وحالاتهم مستقرة وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها لفيروس كورونا المستجد أمس وهم من المخلطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا كما أوضح مجاهد أن إجمالية عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس هو 126 حالة شارك عدد من الإثيوبيين الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية في تظاهرات أمام البيت الأبيض لحف الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على بذلها المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيلة وأشار الإثيوبيون إلى أنهم من أرض الحبجة ولا يرغبون في حرب بين بلادهم ومصر رافضين تدخل أي طرف قد يؤجج الأمور ويؤزمها لمصلحته بما يضر بمصالح شعبي مصر وإثيوبيا على حد سواء وتابعوا أن الجميع يريد السلام ويسعى إليها كما تسعى إليه مصر بالطرق السلمية والنقاش العاقل وصولا لحل عادل يضمن التعاون لتحقيق مستقبل أفضل للجميع وأوضح أنه يمكن الحصول على منافع عديدة من السد دون الإضرار بمصر والسودان لأنه وارد للجميع على مدار التاريخ ويخدم البشرية على ضفتيها بما يضمن الحياة الآمنة والحقوق العادلة لشعوب القرى كما أعرب عن ثقتهم في مصر أنها لن ترضى مطلقا أن يحدث ضرر للشعب الإثيوبية مؤكدين أن هذه الوقفة دعوة للتعاقل لعادة النظر في الأمور ومشاركة الموارد المائية لمنافع الناس وحرصا على حياتهم في ظل قلة الموارد والغذاء الذي قد ينشأ عن نقص المياه وأكدوا أن تعنت الحكومة الإثيوبية وعدم سعيها لحل هذه الأزمة وديا مع مصر والسودان ليس تصرفا حضاريا كما أكدوا أنهم يروا ما يحدث جراء الحروب في اليمن وسوريا وليبيا مؤكدين أنهم لا يريدون مزيدا من الخربة وكانت الجالية قد أطلقت حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل وصلت إلى نحو 19 ألف مشاركة من المصريين بالداخل والخارج والتي ثمنتها السفيرة نبيل مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج كان هذا مجازان الإخبار لهذه الساعة تلفزيون النهار دمتم بخير إلى اللقاء